السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة InfoTech4U معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا النهاردة معينا موديل رائع من الموديلز الخاصة بذكاء الاصطناعي وهو Cloud 3 Sonnet هذا الموديل مشابه لشاجي بيتي في خصائص كتيرة جدا وتقدر كمان تستخدمه بشكل مجاني هل هو مجاني بالكامل؟ هو مش مجاني بالكامل ولكن الـ version اللي هنشتغل عليه النهاردة هو الـ version المجاني اللي انت تقدر تستخدمه وطلع منه حاجات كتير جديرة ممكن يكون Cloud مش موجود في كل الدول العربية ولكن دخلت انت على الليست الخاصة بـ verification code عشان تحط الرقم وتفعل هتلاقي إن هو بيدعم بعض الدول العربية ولكن مع الوقت إن شاء الله يكون بيدعم كله زي كده ما حصل مع شاة جي بيتي فالموضوع موضوع وقت تعالوا كده نتعرف على Cloud كل اللي عليك إن انت حتروح لـ cloud.ai وتبتدي تعمل sign up وحيطلب منك إن انت تدخل رقم التليفون وهيتبعت لك OTP على التليفون بتاعك أو message وهتبتدي تحط الـ verification code علشان تفعل الأكاونت بتاعك يعني كل الموضوع إن انت محتاج تليفون تعمل بيه تفعيل Cloud النهاردة هنستخدمه إزاي؟ الأول لازم نعرف إيه الـ capabilities بتاعته أنا بحب دايماً لما بخش على أي موضوع بالذكاء الاصطناعي أسأله إيه الـ capabilities بتاعته الـ capabilities بتاعته أو قدرته يقدر إن هو يجاوب على أي سؤال أنت عايزه يقدر إن هو يكتب لك code يقدر إن هو يلخص لك مثلاً لو أنت في رابط خاص PDF يلخصه لك يقدر إن هو يـ describe image معينة عندك صورة وعايز details أو description على الصورة دي يقدر إن هو يديك description للصورة ويقدر يعمل حاجات كتير حنشوفها مع بعض النهاردة هنا بيقول لك understand and work with images بيقدر دلوقتي يشتغل مع images يعني بتفعله صورة مثلاً وتقوله إديني وصف للصورة in detail زي ما قلتلك من شوية إنت لما هترفع الصورة معينة يديك description بتاع الصورة دي لو إنت عايز تعمل promotion أو دعاية للمنتج ده فأنت بترفع له الصورة بتاعت المنتج ويديك description لها ويقدر إن هو يحول UI design to front end code understand the complex equations يعني معادلة معينة ممكن تقوله step by step كده explain المعادلة دي ابتدي إن هو يعمل لك explain لها دي القدرات بتاعته الحالياً new in cloud بجانب summarization عملية التلخيص والحاجات التانية يلا بينا نبص على إمكانياته بالتطبيق العامل أولاً حبتزي هنا start chat هقوله زي ما قلتلك كده بحب دايماً برضو أسأله what are your capabilities AI model هنا بيقول لي أنا أقدر إن أنا أجاوب على سؤال أقدر إن أنا analysis and research أعمل تحليل وresearch writing and editing math and coding creative projects task planning and organization أقدر إن هو يbreak down complex objectives يعني لو في بعض الحاجات المعقدة شوية يقدر إن هو يقسمها الحاجات صغيرة عشان تقدر إن أنت تكرياتي سكاديو المعين عشان تنفس فيه التاسك الزي دايما قلتلك إحنا دلوقتي على cloud sony 3 اللي هو النسخة المجانية هنبتدي إن إحنا نشوف دلوقتي ممكن كمان نعمل إيه أو نسأل في إيه ممكن هنا upload documents or images to cloud maximum 5 10 ميجا بايت each لكل واحدة يعني تقدر إنك إنت ترفع 5 صور أو 5 documents والحجم بتاع كل واحدة يكون 10 ميجا بايت هتدي هنا أجرب إن أنا أرفع صورة هقول له describe image in red details أوصف لي الصورة دي تخيل بقى الصورة دي ممكن تكون منتج ممكن تكون أي حاجة تانية هنا أعطالي وصف لي الصورة بتاعتي زي ما إحنا شايفين أعطاني وصف لكل حاجة فيها اللايت والبايت والباكجراوند وكل ما يتعلق بالصورة عطاني وصف أنا كتبت له إنجري دي تيلز عشان يديني مور دي تيلز ووصف فيه كده نوع من أنواع الكرياتي بيتي فأنت كمان تقدر إن أنت لو عندك منتج ومش عارب توصفه إزاي تقدر إنك إنت توصفه وترجم الوصف بتاعه بلغة تانية أنا هقول له ترانسليت ترجمه للغة العربية عشان نشوفه كتاب يدعم اللغة العربية ولا لا وصف الصورة بالتفصيل تظهر الصورة ترتيبا جميلا من الظهور الحمراء الذاهية في مظهرية زجاجية شفافة تبدو الظهور على أنها نوع من الأقحوان الأحمر أو دور الشمس مع بتلات قرموزية لافتة للنظر الخلفية ذات لون أزرق الإضاءات ناعمة وطبيعية تلقي ضوءا دافئا على الظهور وتبرز التفاصيل الرائعة اللغة العربية بتاعته ممتازة جدا فهنا أنت ممكن تحصل على وصف كمان باللغة العربية لو أنت حابب يعني ممكن أكتبه باللغة العربية أو يديني وصف وأنا ترجمه لللغة العربية تعالوا نشوف كمان ممكن يعمل إيه هنا أنت ممكن تعمل start new chat وأنا بفضل أن أنا كلما بعمل حاجة جديدة أستخدم new chat ممكن هنا بالنسبة لي الحاجات المعقدة ممكن أروح هنا لجوجل أقول له جزيلا لحاجة جديدة أكتبه of complex math problem حاولو solve this problem step by step هنا حيبتدي يحللي problem step by step مش مجرد حل وخلص زي ما احنا شايفين طبعا انا مش بقول ان الناس تستخدمها علشان تستسهل في حلول الproblem بشكل عام ولكن علشان تفهم لو في حاجة مش عارفها ييكسبلين الحاجة اللي انت مش عارفها يكون ازاي تتحل يعني هنا بالنسبة لي الجزء المتعلق بالproblem ممكن كمان ترفع صورة وهو يشرح حالك الصورة دي فيها problem هنا كمان ممكن اقول له write HTML and CSS code to create portofolio web page هنا اقول له اكتب لي HTML و CSS code to create a portfolio web page حيبتدي تديني HTML code و حيبتدي يديني CSS code وتبتدي تحطهم في اي تاكست editor نفترض مثلا visual studio وتبتدي تشوف الportofolio بتاعك زي ما احنا شايفين عمل لي الكود بسرعة جدا اعطاني HTML و CSS و ممكن تطلب ان الاثنين يحصل لهم مرج مع بعض او combination مع بعض حيث ان انت تحطهم مش لازم تعمل CSS الوحد والHTML الوحد زي ما انت عايز هنا بيقول لي one message remaining until 10 بي ام فضلك one message لحد 10 بي ام اذا هو limited هو دايما هيقول لك ان انت وصلت لحد فيه الفري بلان فانت هنا محدود بحد معين هنا انا حتى حطيس السؤال حسب ولي لسه ما كنتش كملت بيقول لي هنا you are out of free message until 10 بي ام لحد الساعة 10 انت مش مسموح لك ان انت تسأل اي سؤال على cloud لحد 10 بي ام ممكن تستخدمه مرة تانية ده بالنسبة لي cloud هذا الموضل المميز جدا بالذكاء الاصطناعي تقدر انك انت تروح وتستخدمه وتجربه في الفري بلان وتشوف الكابابلتز بتاعته زي وزي شات جي بي تي في بيت بلان ولكن انا جاي اركز هنا على الفري بلان دايما بحب ان الناس لما تيجي تحول من الفري بلان للبي بلان يكون هيستفيد منه بشكل محدد ولكن انت لو في مرحلة التجربة تقدر تجرب وتشوف اتمنى تكون استفدتوا من فيديو النهاردة على قناتنا انفو تكفريو لو كنت بتشوف من الاول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتبص على بقية الفيديوهات عندنا اكتر من الف فيديو على القناة بفضل الله ان شاء الله تلاقي فيهم حاجات تفيدك ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة